تواصل لجنة المصاري الدستوري الليبي المشتركة بين مجلسي النواب والدولة عقد اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الدعم الأممية وقيادة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا استفاني وليامس هذه الاجتماعات التي تبحث تعديل مواد مسودة دستور تأتي بعد جولتين سابقتين أسفرة عن تفاهم على 137 مادة من المسودة ويحاول أعضاء اللجنة التفاهم حول 56 مادة أخرى في الجولة الثالثة والأخيرة والهادفة لصياغة إطار دستوري ينظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر الماضي بسبب خلافات على القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والدولة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا استفاني وليامس التي دعت في افتتاح الجولة الثالثة معرقلية العملية السياسية باستخدام القوة إلى التوقف ووضع أسلحتهم جانبا أوضحت في تغريدة على حسابها أن اللجنة تواصل العمل على إيجاد توافق في الأراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن وتستمر الاجتماعات إلى التاسع عشر من يونيو الجاري ومن المنتظر أن تفضي إلى تفاهمات تكون أساسا دستوريا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من شأنها أن تضع حدا للوضع المؤقت في ليبيا توافقات قد تجنب ليبيا التي تسير الآن فعليا بحكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب سيناريو عودة المواجهات المسلحة خاصة مع اعتزام البرلمان الليبي اليوم إقرار ميزانية حكومة فتح بشاغة التي عينها في مارس رغم رفض حكومة عبد الحميد الدبيب التنحي في خطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسام في البلاد